ميدان المطرية شرق القاهرة كان أولى منطقة تسجل مقتلى وإصابة عدد من الأشخاص خلال اشتباكات بين قوات من الجيش المصري ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والجبهة السلفية التي دعت إلى التظاهر فيما سمي بانتفاضة الشباب المسلم بيان صادر عن وزارة الداخلية أفاد بأن الأجهزة الأمنية تتمكنت من السيطرة على الوضع وأوقفت عددا من المتهمين في قضية كتائب حلوان وآخرين لإطلاقهم النار تجاه الشرطة والمواطنين المصدر ذاته أضاف أنه تم القبض على شخص ألقى قنبولة من أعلى جسر 6 أكتوبر بمنطقة عبد المنعم رياد لم تسفر عن وقوع إصابات أما بمنطقة المهندسين فقد انفجرت عبو ناسفة أعلى جسر أحمد عرابي أدت إلى جرح حامليها الانتشار الأمني المكثف لم يمنح خروج مسيرات قبل صلاة الجمعة وبعدها في عدد من المحافظات استجابة لنداء الجبهة السلفية لما وصفته بإعلان هوية مصر الإسلامية ورفض التبعية للهيمنة الغربية وإسقاط حكم العسكر مشددة على أنها تتمسك بسلمية المظاهرات في محافظة كفر الشيخ استخدم الأمن والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قطع الطريق وأدرم النار في إطارات السيارات في مشهد تكرر في محافظة البحيرة والمينيا حيث تداهر مؤيد الإخوان مطالبين بمحاكمة المتورطين في قتل متظاهرين منذ عزل الرئيس مرسي وفقا لما تدولته المواقع الإلكترونية وزارة الداخلية استبقت معرفة بمظاهرات حمل المصاحف بحملة توقيف طالت عشرات الأشخاص على خلفية التحريد والتخطيط للقيام بأعمال عنف وتخريب وترويع للمواطنين حسب المتحدث باسمها ولأن الدعوة للتظاهر أثارت المخاوف من اشتعال أحداث العنف مجددا رفعت السلطة تأهبها الأمنية إلى أقصى درجة وأغلقت الساحات الكبرى في القاهرة كميدان التحرير ورابع العدوية وعززت انتشار قوات الجيش عند المؤسسات الحيوية في تطور آخر أكدت مصادر أمنية مقتل ضابط برتبة عميد وإصابة مجندين في إطلاق نار في منطقة جسر السويس شرقي القاهرة فيما شهدت منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية شمال العاصمة مقتل جندي على يد مسلحين في تتاعد لأعمال العنف تستهدف معظمها الجيش المصرية في حين قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إنها تمكنت من قتل ثلاثة مسلحين جنوب الشيخ زويد ورفح كما ألقت القبض على 22 مشتبها بهم وإحراق وتدمير 52 بؤرة إرهابية وذلك خلال حملة أمنية موسعة في المنطقة